السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء طلاب عائلة أكاديمية العطاء الطبية من جميع المحافظات العراقية ومن الطلاب المقتربين خارج العراق لدراسة المجموعة الطبية أنا أخوكم الدكتور تقل مياحي وراح نبلش رحلة تعليمية ممتعة لدراسة مادة التشريح شبابنا الأعزاء كل طالب يريد يبلش يدرس تشريح راح يلقى قبال أربع مشاكل رئيسية أول مشكلة راح يقولوا لي لازم تقرأ مصطلحات طبية يلا تيجي تفتهم التشريح وياي هذا الشي ماكو أنا حتى لو جاييني إدته من الصفر راح أبدوياكم كلكم من الصفر ونصعدوياكم شوية شوية راح أترجم لك المصطلحات الطبية وأعلمك التشريح مالاتها فراح أدرسك مصطلحات وتشريح بنفس الوقت فما تحتاجت تدرس أي مصطلحات طبية هاي النقطة الأولى النقطة الثانية شباب والمشكلة الثانية اللي راح تواجهوها اللي هي مشكلة أنه تيجي مرات وأغلب المرات الأسئلة من خارج الملازم مال الجامعة فهاي المشكلة شنو حالها؟ إنه جمعنا لكم المصادر العشرة مال التشريح المعتمدة بالعالم مو بس بالوطن العربي المصادر التشريح المعتمدة بالعالم هي هاي هاي المصادر شباب أنا ملخص لكم إياها كلها بهاي الملزمة بحيث نادرا ما يجي شيء بالامتحان من خارج هاي الملزمة المشكلة الثانية شباب اللي راح تواجهوها إنه أنت من راح تكمل قرائة راح تقول هل آني قرأت بالشكل الصحيح لو قرايتي مو صحيحة لأنه أنا جنت بسات سعدادي أقرأ شكل هسه أقرأ بالشكل ثاني شون راح نحلها هاي المشكلة؟ هاي المشكلة حلينا لكم إياها خلينا لكم بنهاية كل محاضرة نبذة عن الأسئلة اللي راح تجيك بالفاينل وراح أدربكم وعلمكم شنو هاي الأسئلة وشون نتعلم نحلها شوية شوية بحيث أنت من راح تطلع من المحاضرة خلص مية بالمية أي سؤال يجي على هاي المحاضرة إنت راح تجابه آخر مشكلة شباب اللي هي أهم مشكلة يعني واللي هي هذا السر اللي خلاني أجيب ثاني على الدفعة إنه أغلب الطلاب من يقرون ملازم هواية يجون بالامتحان ناسين هاي الملازم لأن مادة هواية حقهم آنس شت تسوي شت تسوي خريطة ذهنية هاي الخريطة الذهنية اللي إذا شوفوها هنان هاي لخصت بيها كل المحاضرة بسلايد واحد تخيلوا فأنت من راح تجي بالفاينال ما راح تكون تراجع كل المحاضرة لا راح تجي على هاي الخريطة الذهنية بخمس دقائق بس تلحق تراجع المحاضرة كلها بينما صاحبك اللي يقرأ على الملزمة يحتاج لساعتين يلا يلحق يقرأ ويراجع نفس مراجعتها كل الأطباء والطلاب الناجحين في كليات الطب حول العالم اكتشفوا هاي الطريقة وكلهم مجمعين أنه هاي أحلى وأهم طريقة تخليك تلم المعلومات وتراجعها بنمط سهل جدا خوش هسي شباب عرفنا شنو المشاكل اللي راح تواجهنا وعرفنا شون نتغلب عليها بالنسبة شباب للطلاب اللي راح يشوفوني أول مرة أنا أخوكم الدكتور تق المياحي بكالوريوس طب وجراحة عامة متخرج من كلية الطب الثاني على الدفعة ومتخرج من السادس العدادي الرابع على العراق وحاليا معيد في فرع التشريح يعني مقابل التشريح من الصبح لله التشريح والجتس وأيضا متدرب كمقيم دوري في مدينة الصدر الطبية ومعالج وشايف كل شو هواية حالات اللي هي هواية من هاي الحالات أنا مصورها وراح أخليكم إياها بأثناء المحاضرة أيضا شباب خلال الفترة اللي راحت الأربع سنوات اللي راحت درست أكثر من عشرين ألف طالب مجموعة طبية وخلال أربع تالاف ساعة يعني أربع تالاف ساعة دراسية من الشرح اللي موجود على الموقع وموجود على اليوتيوب أيضا شباب أنا أحد مؤسسي أكاديمية العطاء الطبية والاستاذ التشريح في أكاديمية العطاء الطبية هس شباب خلوني نجاوب على الاستفسارات اللي يدور بأذهانكم حاليا أول استفسار راح يدور بأذهانكم إنه دكتور شون راح أقرأ التشريح التشريح شباب راح أقريركم ونيا بطريقة سهلة جدا هسا تقولي دكتور شلون باول أول شغلة راح نجيب المصادر نلمها بملزمة وحدة وهاي الملزمة راح نقرأ عليها التشريح هذا الشي نسمي theory theory يعني نظري يعني دراسة نظرية مجرد المعلومات نفتهمها وراها نأخذ هاي المعلومات اللي تعلمناها بالسلايدات نروح نراجحها وين نراجحها على 3D anatomy اللي هو شنو اللي هو تطبيق هذا يراوينا التشريح ثلاثي الأبعاد راح نشوف الأشياء اللي تعلمناها ولكن على تطبيق ثلاثي الأبعاد هذا الشي نسمي theory وراها راح نتعلم شون ندرس الpractical parts اللي هي الجزء العملي تمام شنو الجزء العملي راح يجيبو لك جثة نفس هاي الجثة ويخلي لك عليها سبوتة نسمي سبوتة يعني مكان هي شي يقول لك هاي العضلة شسمها هذا نسميه practical يعني في الجزء عملي تمام هذا اللي هو السبوتات والجثة آخر شي راح نتعلم شون نطبق هاي المعلومة النظرية والمعلومة العملية بمادة الclinical اللي من أقول clinical parts يعني أقصد به الجزء السرير اللي هو صدق راح يفيدك هذا النظري بالمستشفى خلو ما تحتاجه العملي بالمستشفى ما حد راح يجيب لك جثة ولكن شون راح تحتاجه راح تحتاجه تطبق المعلومة النظرية والعملية على الأشياء السريرية من يجيك كسر تعرف يا عصب موجودة هنا بحيث بهذا الكسر هذا العصب ممكن ينضرب يعني هاي أحد الحالات اللي أنا مصورها هنا دي شوفون صاير عدي فراكتور يعني صاير عدي كسر هذا الكسر اللي صاير كن أعرف يا عصب يمشي من نانة يا شريان يمشي من نانة وهذا يا عظم اللي ينكسر هاي نسميها clinical parts اللي هي الأجزاء السريرية سريرية مأخوذة من كلمة سرير المريض اللي هو المكان اللي يقعد عليه المريض فهنان احنا راح نعالجه واضح هاي الاستفسار الأول انه احنا الشون راح ندرس التشريح الشغلة الثانية يا شباب انه دكتور اني ملازم الجامعة مو نفس هاي الملازم باعولي شباب انت من راح تخلص دراسة التشريح على الملزمة مالتي راح تروح سواء شنت بأي ملزمة بالعالم مو بالعراب بالعالم راح تلقي روحك فاهم اكثر من الملزمة بوهواي ليش؟ لان انا جاي بهاي المصادر العشرة وكلها جامحة بملزمة وحدة فانت وين ما تشنت راح تكون مسيطر مية بالمية بالاضافة لهذا الشي ابد لتلتزم بالملازم مالتكم احنا نقول لكم الطلاب الاقدم منعودكم يقول لكم اساتذتكم اللي هم يدرسوكم بالجامعة ايضا يقول لكم هذا الحتي انت بعد مو طلاب سادس انتم حاليا طلاب مجموعة طبية شي اسمه المحاضرة او الامتحان يجي كله من المحاضرة هذا تنسو الاسئلة يجي من المحاضرة ويجي هواية من خارج المحاضرة زياد واضح هاي التساؤل الثاني شباب التساؤل الثالث دكتور احنا نبليشين بالاناتومي حاليا بس بنعرف شينيش راح نلقى قباننا المادة شينية المادة شباب راح تنقسم الى اربع اقسام رئيسية احنا كمرحلة اولى ندرس ثلاث اشياء upper lymphs الاطراف العليا lower lymphs الاطراف السفلة with thorax اللي هو الصدر اكو بعض الجامعات تاخذ اكو بعض الجامعات ما تاخذ تمام؟ فكورس اول اغلب الجامعات تاخذ upper lymph واكو بعض الجامعات تاخذ thorax فاذن ال upper lymph اللي احنا راح نبلش به يعني راح نبلش ندرس الاطراف العليا شو راح ناخذ بيها اول شغلة اول قسم راح ناخذ introduction اللي هو شنو اللي هو مقدمة مقدمة عن التشريح هاي المقدمة شباب هي الدؤ وآ عن التشريح زيه يعني احنا اتذا ما متعلم بالابتدائية تقرأ وتكتب ما راح تصعد للمتوسطة ما راح تعرف كل شي صح؟ فهاي الintroduction هي اهم شي بكل مني انت هاي الintroduction إذا ضبطتها وبنيت عدك أساس صحيح المحاضرات البقية كلها راح تلقاها سهلة عليك هايذا صار عدك بيها مشكلة المحاضرات البقية كلها راح تبقى ضعيف بيها واضح هاي نقسميكم اياها الى اربع اقسام بسيطة واضح شباب كل محاضرة بعض المحاضرات يكون بيها part واحد بعض المحاضرات يكون بيها two parts بعض المحاضرات three parts الاخره تمام حسب المحاضرة وطولها ورا الانترودكشن ش راح ندرس من نوجاي راح نقوم ندرس المناطق مال الأطراف العليا ولكن منطقة منطقة بالتشريح ناخذ هاي المنطقة مال الصدر نسميها باكتورال ريجن ناخذ كل شي خص بيها زيان الدور روح للذراع الارم الدور فور ارم الدور هاند وهكذا فإحنا شباب راح ناخذ بهذا الكورس الأطراف العليا الأطراف العليا ما تتمثل شوف انتبه عليه من أقول أطراف عليا ما تتمثل فقط الذراع هاي زيان لا وإنما وياها منطقة منطقة الصدر منطقة الأقزلة الأقزلة الأبط هاي منطقة الأقزلة ومنطقة الباك دعني كل هن وين نعتبرهن كل هن نعتبرهن أطراف عليا فهذا الكورس شباب راح يدرس الأطراف العليا من يقولك شنو أطراف عليا التبعاد مو طالب طالب عادي لا تقولهم الأطراف العليا أول شي ذراعان ذنو ياهن وثاني شي الصدر والظهر والأبط الأقزل لذن يقولين راح ندرس نشاء الله بالكور شباب هسه إنت تقول له دكتور شو كلها تقول عن التشريح مزعج والتشريح مدرس شونا والتشريح مادة صعبة أنت ليش هل قد متونس في دراسة وتدريس مادة التشريح شباب لأن أنا من داومت بالمستشفى شفت التشريح شقد مهم يعني هنا أنا هسه تشوفون قبالكم أنا لو ما أعرف مادة التشريح ودارسها زيان من دخلت هاي السرنجة هنا متأكد مية بالمية ماكو لا عصب بهاي المنطقة ولا أكو شريان بهاي المنطقة بحيث دخلت مأمن وسويتها بالاتجاه الصحيح وأيضا تشوفون هاي المنطقة الثانية هنا هذا الفيديو الثاني من دخلت وطلع عدي السيكريشنز والبلاد أنا متأكد نفسي وأعرف نفسي وين داخل فشفت التشريح شقد مهم يا أخي بحيث أنت بالمستشفى كلش تبين مسيطر تبين فإنسان يعني وطبيب ناجح مسيطر بحيث تعرف راحك وين تدخل تعرف شون تدخل وهكذا هاي كلها إجدت شباب من مادة التشريح هسه شباب نجي المن نجي إلى بداية دراسة مادة التشريح أريد من عندك تتونس تجيب يمك نساتل تبز حب وتجيب وياك نس كافي وتقعد يمي زيان راح ندرس هنا شوية شوية ونتعلم باوري إحنا من راح ندرس بالبداية الاناتمي اللي هو مادة التشريح راح ناخد بالبداية عنا الدفينيشن اللي هو التعريف مادة هذا التعريف مو مثل بالسادس عدادي تقعد تدرخ التعريف لا التعريف هنا للاطلاع فقط للفهم هيش بس تفتهم شنو هو التشريح شوفوا كلمة الاناتمي اللي هي جاية من أنا أنا يعني كت يقطع زيان وتومي يعني أبارت يبعدهم يعني نقطع شي ونوخر شون هسا هذا إنسان راح نسوي أنا أو تومي يعني راح نقطع ونبعد هاي الأشياء حتى نشوف شكه جوه فهاي الكلمة الاناتمي جاية من الجريك واللاتن اللي هو من الأغريقية واللغة اللاتينية ذلك شباب اللغة الأغريقية واللغة اللاتينية هن جذور لكل المصطلحات الطبية ذن الثنية فكلمة الاناتمي معناها أنه أكطع وبعد كت يعني أكطع أبارت يعني أبعد بنقوسيا دايسكت دايسكت أو دايسكشن يعني تشريح تقطيع واضح حتى نشوف شن الأعضاء الداخلية جماعة التشريح شباب راح تقوم ناس فضوليين يعني مو بس يفتحون الواحد لا فتحوا هاد الشخص اجوا باعوا هاي الرأة الرأة خنشوف بداخلها شنو خنفتحها بعد فتحوها لقوا حوي صلاة خنفتح الحوي صلاة نشوف بداخلها شنو لقوا خلايا خنفتح الخلايا نشوف بداخلها شنو تمام؟ فهم مستمرين يعني ما يوقفون لا حد معايد فكلمة أناتمي اللي هو التشريح هو العلم اللي يدرس يدرس شغلتين يدرس تراكيب جسم تراكيب الجسم واحد علاقته الوحدة بالثانية يعني أنا من أجي مثلا أشوف عدي مثلا هنانا هذا الهارت القلب وهذا الهارت الكبد من أجي أشوف ذن الثنيا أرد أشوف أول شي راح أدرسل كل واحد على أحده القلب واحده الكبد واحده بعدين أشوف الرايشن وشنو and their relations to each other يعني و علاقتهم واحد مع الآخر واضح هاي معنى كلمة تشريح يقول هاي الكلمة anatomy يقول it is derived يعني مستخلصة مأخوذة from the Greek word من الكلمة الإغريقية اللي هي أنا طوم شنو أنا طوم يقول وش مين اللي تعني أنا طوم to cut apart قطع وبعد أو شن معناه؟ أو دايسكشن يعني يقطع ويبعد اللي هو ساپاريشن أوف بادي يعني فصل ساپاريشن يعني فصل أوف دي بادي يعني فصل الجسم إنتو إتس بارت إلى أجزاء الأساسية أفصل الجسم إلى أجزاء الأساسية يقول إحنا الأناتوميكال تيرمينولوجي الأناتوميكال يعني تشريحية تيرمينولوجي مصطلحات المصطلحات التشريحية جاية كلها from ancient قديم يعني Greek and Latin من الأغريقية القديمة واللاتينية القديمة واضح شباب؟ طيب حس ورما عرفنا تعريف التشريح راح نجي إلى مستويات التشريح يعني شين مستويات التشريح؟ نسميها Levels of Anatomy Levels يعني مستويات يعني إحنا شون راح ندرس التشريح؟ مره ندرسه على مستوى كبير، مره ندرسه على مستوى صغير، مره على مستوى دقيق جدا وهكذا هنا شباب شين نعدي؟ أدي الأول مصطلح هنا وأول Level أسميه Gross Anatomy أو Microscopic فهنا من راح ناخد Levels مستويات التشريح Levels of Anatomy أول Level عدي هنا هو نسميه Gross Gross يعني كبير كبير، هيك أباوع بالعين المجردة هذا أسميه Gross أو أسميه ماكرو 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 يعني كبير ماكروسكوبك يعني بالمنظار الكبير، يعني بالعين المجردة أنا أدرسه بالعين المجردة هنسمي Gross أو ماكروسكوبك أو نقدر نسميه Topographic ذن ثلاثة الكلمات معنى واحد Gross كبير ماكروسكوب أيضا كبير يعني أباوع بالعين المجردة Topographic يعني شنو يعني أنه أنا أشوف شي إلا علاقة بشي يعني شي شنو علاقة هذا الشي بالشي الثاني يعني من ألقى هنا على سبيل المثال هذا المريء وهاي الستومك المعدة زينه وهذا الاثنين عشري Topographic كلمة Topographic يعني دراسة مكانهن أنه أنا أعرف هاي معدة صايرة فوق الاثنين عشري هاي كلمة Topographic يعني شي أباوع له من بعيد وأعرف من غمض أنا أعرف كل واحد صاير فوق لو جوه علاقة واحد بالتاني هاي نسميه Gross Anatomy تمام؟ اللي هو هذا التشريح على شكل اللي هو أشوفه بالعين المجرده من يقولك شنو الجروس تقوله هو اللي أقدر أدرسه باي نيكيد أي نيكيد يعني مجرده أي يعني عين العين مجرده هذا الليفل الأول شباب هذا يقسم نفسه هذا هذا يقسم نفسه إلى زين يقسم إلى أي و بي الأي أنه إحنا ندرس على شكل ريجينز 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 يعني على شكل مناطق يعني من أجي أدرس التشريح بالعين المجرده مره أدرسه على شكل مناطق يعني أدرس الرأس وحده الرقبة وحده الصدر وحده البطن وحده الحوض وحده والرجلين وحده تمام؟ وهذا اللي إحنا ننسويه هذا الريجينز النوع الثانيsm الدرسه حسب إستماعات steaming حسب الاجهزة مع الجسم يجيك يقول لك آني هنا شخص إستماعات هي جهاز الدوران ما أدرس مناطق راسي ورقبة وما أدرسى هذا الثاني شخص يقول اب ال galaxy آني أدرس حسب الاجهزة مع الجسم عدي جهاز الدوران عدي الجهاز الهضمي عدي الجهاز البولي جهاز التكاثر فأدرسهم جهاز جهاز إذن شباب إنه إحنا مننا نريد ندرس التشريح مرن درسه بالعين المجردة وذول اللي يدرسوه بالعين المجردة ناس الدرسه حسب المناطق واللي هي هاي أغلب كليات الطب وناس الدرسه حسب الأجهزة اللي هما كليات طب الموديول بالعادة يدرسون التشريح حسب الأجهزة يأخذون تشريح الجهاز الدوران تشرح الجهاز الحالموي تشرح الجهاز البولي وهاكذا هذا التشريح الاول شباب الناس او النوع الثاني اللي يدرسوه وال retiring المستوى الثاني من التشريح نسميه الميكروسكوبك شوف هذا ماكرو ماكرو كبير هذا لا ماكرو يعني صغير بالíchرس Gross بالمجهر يعني орон Victoria وال Assassologist وهذا هو الميكروسكوبك ايش قال قال انا من ادرس أدرس حسب شغلة نسميها مستويات التركيب والترتيب والتنظيم يعني مستويات التنظيم شوف إحنا بالطبية شباب يعني سواء طبعام أسناصة يعني مجموعة طبية كل هاي الستة نواع السبعة اللي بيها كلهن شغلتين ما نهتم لهن ما نهتم للإملاء المهم الكلمة جاية صحيحة فكلش عادة تخطأ بالإملاء بالامتحان بأي امتحان إذا كلمة حروف كده يعني كلش عاد والشغلة الثانية اللي ما نهتم لهشباب اللي هو المعنى الحرفي إحنا ما مطلوب من عندك معنى حرفي مطلوب من عندك معنى المهم تفتريب تركيب أو ترتيب ترتيب أو تنظيم خش يعني شنل في الـ هذا العالم قال بداية الخلق وبداية التطور شنل اللي صار عدنا قال بالبداية كان عدنا خلية زين زين هاي الخلية خلية هاي خلية اسمها مثلا محمد جدتوا يا خلية ثانية اسمها عباس خلية ثالثة اسمها علاوي خلية رابعة اسمها أزهر اجتمعين دن الخلايا خلية خامسة زهراء سادسة مثلا سراء سابعة فاطمة زين اجتمعا ذني من اجتمعا مجموعة سالز الوحدة من عدهن سميتها سال خلية مجموعة هاي السال من اجتمعا ذني سميته نسيج نسيج تشيو تشيو نسيج من اجتمع هذا النسيج مع مع نسيج ثاني سووه لعضو سميته أورغن أورغن عضو فإذا هسا اي عضو من اعضاء جسمنا مثلا للمعدة راح نقام مكونة من مجموعة انسيج وهاي مجموعة الانسيج مكونة من مجموعة خلايا سال خلية تشيو انسيج أورغن يعني اعضاء مجموعة الاعضاء عضو زائد عضو يسوون جهاز سيستم يسوون سيستم يعني احنا مثلا من نقول جهاز الهضمي جهاز الهضمي المتكون متكون من مريء معدة اثنى عشري يعني معاق دقيقة معاق غليظة فالجهاز اللي هو سيستم مكون مين مكون من اعضاء هاي الاعضاء كل عضو من عدهن مكون من تشيو انسيج كل تشيو مكون من خلايا واضح شباب هاي نسميها مستويات الترتيب ترتب المجموعة خلايا صار النسيج النسيج ترتب ومجموعة انسيج صار العضو الاعضاء ترتب صار سيستم زيان ويسيستم مني ترتب شي صار يعني جهاز دوران وجهاز هاضمي وجهاز بولي وتكاثري وعصبي ولمفاوي ومناعي شي صار دني دني السيستم الاجهزة مني ترتب راح يصير انشغلا نسميها شين اورغانيزم انسان كان حي راح يسوى انشغلا السيستم نسويه نسميه اورغانيزم اللي هو الكائن الحي واضح شباب هاي خلي نختصر لكم اياها حتى مني تكتبوها ويايا تحضرون ورقة وقلم وتكتبون ويايا راح تلقون انه الموضوع سهل عليكم فراح نقول سهل خليه عفيا ويايا تشيو نسيج وراها اورغان عضو ورا الاورغان عدي سيستم جهاز ورا السيستم عدي اورغانيزم كائن حي اورغانيزم شوف اورغان يعني عضو اورغانيزم يعني كائن حي خش فهلا ابو المايكروسكوب مره يدرس على مستوى السيل الخلية الخلية بالانجليزي اسميها سيل بس باللاتيني خو ما اسميها سيل لغة لاتينية وقال بين الدنيا ومسويلهم شخصية ومجموعة ومنظمة خو ما اسموها سيل من يدرسون بالمايكروسكوب يدرسون الخلايا قالوا نسميها سايتولوجي يعني دراسة الخلايا قلنا لهم يا بس احنا السيل قوى ضبطناها تعالوا قتهم سايتولوجي قالوا هاي بعد اللي عجب يدرس اللي ما عجب لا يدرس جنسة ودرسنا يا با واتي شو قالوا واتي شو هستولوجي زي هستولوجي هستوني بلشت احفظ هستولوجي زي هستولوجي احنا نعرف لوجي يعني علم سايتو خلي هستو نسيج لوجي يعني علم زي وصلنا لليل أورغن دول اللاتينيين قعدوا فكروا خنضلع مصطلح صعب عالطلاب ما لقوا قالوا يالله شو نسوي دول عدهم بختي فقالوا الأورغن سميه أورغانولوجي نفسه عمي زي أورغانولوجي واضح فإذن سايتولوجي هستولوجي وأورغانولوجي دن كله الأقسام للمايكروسكوبك أناتومي مايكرو مايكرو صغير مايكرو زي بينما هذا ماكرو ماكرو كبير واضح شباب طيب خلني جي الراجع دني على السلايدات مالتنا حتى تكون المعلومة عدنا واضحة شو إذن قلنا الجروس اللي هو أشوفه بالعين المجردة شو ماذا أشوف ذوله هنا ماكروسكوبك نفسه ماكرو أو توبوغرافيك توبوغرافيك يعني أشوفه واحد إلى علاقة بالثاني خوش شنو تعريفه يقول هي الدراسة اللي كان بيسين with the naked eye اللي أقدر أشوفها بالعين المجردة خوش شنو أنواعها قال أكونانز يعجبها تدرس حسب regions المناطق راس head neck رقبة chest صدر أو thorax صدر abdomen بطن pelvis hoof lower limb upper limb هاي أغلب كليات الطب هيش تدرس كليات الموديول لا تقول أنا أدرس systematic يعني حسب systems اللي هي ندرس حسب system اللي هي يعني أجي أخذ الجهاز الدوران أخذ الجهاز الهضمي وهكذا هسه شباب عدكم كوز جاوبو علي جاوبونا علي بالقروب بالأثنا هذا نسميه كوز رقم واحد كوز رقم واحد شباب إنه الذكروا لي تسمو لي اثنين سيستيمات يعني جهازين من أجهزة الجسيم راح ناقضين بعدين بس إحنا هسه أريدكم تروحون تدورون وتبحثون عنون تتعلمون شو تبحثون وتطلعون المعلومة خش الثاني لا عكس الأول مايكروسكوب اللي هو ندرسها بواسطة المجهر اللي هي هنا ندرس شنو بواسطة العين المساعدة اللي هي أكو بيها مساعدات مثل المجهر والعدسة المكبرة وغيرها الماكرو درسناه بالعين المجردة النيكيد آي هذا درسناه بمن العين المساعدة اللي ساعدها المجهر خش حسب شنو قلنا من ازدغير سايتولوجي أكبر من عدة شوية هستولوجي اللي هي دراسة التشيو النسيج أكبر من عدة شوية العضو اللي هو أورغانالوجي قلنا أكثر من أورغان سيستم وأكثر من السيستم أورغانزم هسه هذا كوز رقم اثنية شباب أريدكم شنو أريدكم تكتبوا لي أسماء وحدة من الترتيبات يعني شنو رح أحطيكم آني مثال يعني نجي للجهاز العصبي الجهاز العصبي من أريد آني أبلش به الخلية مالتة اسمها نيرون خلية عصبية زياد النسيج اسمه نيروس نير وس تيشيو نيروس تيشيو هذا التيشيو العضو اسمه برين دماغ الجهاز اسمه نيروس سيستم أريدكم تأخذون جهاز ثاني من أجهد الجسم وتسمو لي اسم الخلية اسم النسيج اسم العضو واسم الجهاز وابح حالا نسميه كوز رقم ثنيا هسي شباب نجي إلى النوع الثالث من التشريح اللي هو نسميه developmental anatomy developmental يعني واني جاي أسوي development تطوير واني جاي أطور أتحسن منتشنت آني عبارة عن زايقوت اللي هي البيضة المخصبة لحد ما صرت إنسان كبير هذا نسميه developmental anatomy هنانا شباب نفترل أكو واحد اسمه حمودي حمودي هذا استوي طالب طب مرحلة أولى عجبتها ابنية ثانية اسمها زهراء هنانا محمد اسوي زهراء قل لها زهراء آني أدرسك التشريح زيان درسها التشريح شوية شوية لحد ما هي قلتلي تخوش تدرس هو يجيش في محاضرات ما قلتلي ويرجع يعيدها عليها فهي شافتها قلتلك هذا والله خوش يدرس وهو إنسان ناجح وهي هو عاف المواد كلها راسب بيهن يقرأ بس تشريح على مودي يدرس زهراء زيان فبالأخير هذا محمد وزهراء الزوجة من الزوجة جابه طفل الطفل قاله شنسميه وهو بعده ببطنج قالت له انتظر عليه يصبر عليه هو بعده ما طالع قاله لا وهو ببطنج وهو بعده دا يطور جنين إحنا كون نسميه فقلت له قلت له نسميه إمبريو إمبريو يعني جنين بعده ببطنه زيان وراء تسع تشهر جابت زهراء جابت وبدأ طفلها يتطور بعد الولادة شسموه سموه بوست نيتل بوست يعني بعده نيتل يعني ولادة بوست نيتل ديفلوبمنت يعني التطور اللي صار عنده بعد الولادة زيان وراها ورا ما كبر إهنان هذا وياه جابو علاوي زيان هو هو محمد أسمر وزهراهم مو حلوة يطلع ابنهم حلو شون ما تدرين مهم طلع ابنهم أشقر وعيون أزرق هذا طلع علاوي ابنهم علاوي وراها كبر زيان هاي عملية التطور مع العلاوي شنسميها نسميها أونتوجني 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 يعني التطور ما للإنسان كله واضح شباب إذن عملية دراسة التشريح بأثناء الديفلوبمنت بأثناء تطور الإنسان هاي شسميها أسميها ديفلوبمنت الاناتمي اللي هيش تدرس تدرس التغيرات التشريحية اللي صارت خلال فترة حياة علاوي علاوي يعني شنو فترة حياته صار تغيرها يعني هنانا ذراعة كان كسير عظامة كانت كسيرة بينما هنانا من كبر صارت عظامة أطول وعظامة أقوى فهاي تغير بالتشريح هندا نقيس العظم مالتين نلقى خمس سنتيمات إذا تقيس العظم هنانا تلقى خمسين سنتيم أو ثلاثين سنتيم هذا تغير بالتشريح واضح خش فندرسه على ثلاث مراحل قبل الولادة اللي هو نسميه prenatal pre يعني قبل natal ولادة قبل الولادة قلنا نسميه embryo يعني جنين embryology يعني علم الأجنة بعد الولادة أسمي postnatal بعد الولادة اللي هو دراسة التراكيب بعد الولادة بعد وبرث ولادة ontogeny اللي هو ورما صار total development of an individual total الكلي development يعني التطور مال هادا الانسان مال هادا الاندفجوال واضح شباب هاي هي ال development الاناتوم النوع الرابع من الاناتومي اللي هو هذا أنا يسميه نوع الحسود يعني شو نوع الحسود هاي بي قاد يقارن يشوف القردة اتطورت وصارت بهذا الشكل احنا الانسان ليش صار بهذا الشكل زين الحشرات اتطورت وصارت هيتش بالعرض احنا ليش صرنا بالطول ليش احنا الحيوانات الوحيدة على الكوكب اللي تمشي على اثنين بينما بقية الحيوانات كلها تمشي على اربعة هاي نسميه comparative اناتومي comparative يعني مقارن اللي هو يقارن التشريح المقارن هاي التشريح المقارن شباب يدرس المقارن الكمبارجن ما التراكيب ما بين الارغانيزم ما بين كائن وكائن اجي اخذ عظم اليد ما للانسان وقارن بعظم يد ما الحصان هاي سميتها comparative اناتومي اللي هو اندا قارن ايد الحصان بايد الانسان ايد الحصان بايد الكلب مثلا رجلي حصان بالرجل الكلب وهكذا هاي الكمباراتيف اللي هو يقارن يمقسم الى نوعي النوع الاول اقارن ما بين الفيرتبريت يعني الفقريات فقري يعني يعني الفقريات اللي هو مقارنة ما بين التراكيب من ضمن يا عائلة ضمن عائلة الفيرتبريت عائلة الفقريات ليش دكتور اتهى مهتم بيها لأن بيها الانسان الانسان من الفقريات فهاي عازليها واحدة اللي هي نقارن ما بين الانسان وما بين حيوانات ثانية ضمن عائلة الفقريات اللي هون معتهم الفقرات الثانية نسميها فلوجيني فلوجيني شباب الفلا فلا هي الشعبة ندرس ما بين الشعب نقارن ما بين الشعب يعني شنو يعني مثلا شعبة الحشرات شعبة البكترية شعبة الفطريات وهكذا هاي نسميها شعب زي شعبة السرخصيات مو هي تشي ذن الشعب هاي نسميها دراسة الفلا تمام اللي هي ندرس الشعبة و و وحدة شنو علاقتها بالتانية سيرفس اناتومي سيرفس يعني شنو سيرفس يعني السطح يعني هذا شنو هذا مو يدرس السطح لأ دربالكم هذا يدرس السطح زائد التراكيب اللي موجودة جو السطح يعني هسا من داء سو ايدي بهذا الشكل اتدأ شوف اكو خطوط ذن صح هاي الخطوط شكوا جواها شنو هاي الاشياء الصلبة اللي هنانا هاي اردأ عروفها شنو فانش ادرس ادرس سكن جلت بس مو بس جلت وال التراكيب اللي جو الجلت التراكيب اللي جو الجلت هاي سميها سيرفس اناتومي يعني هنانا من اجي اشوف هذا المكان هاي العظماية الصائرة جو الجلت شسمها هذا السيرفس اناتومي ادرس السيرفس السطح وال التراكيب اللي تحت السطح هذا كل مهم فيقول هو دراسة الاكسترنال يعني الخارجي بادي فيترز يعني صفات الجسم فيترز يعني صفات بادي يعني جسم و دراسة الاكسترنال بادي فيترز الصفات الجسم و علاقة هذه الصفات مع الاندرلاين مع التراكيب اللي جواها واضح هاي النقطة جدا مهمة شباب سيرفس أناتم خش النوع السادس نسميه راديولوجيكال أناتم راديولوجيكال شباب يعني تشريح بالاشعاع يعني أنا من استخدم اشعاع او تصوير ده اصور زي سواء هذا سونار شوف هذا السونار هذا رحم هذا 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 رحم وهذا طفل قاعد هنا هذا أنا من عرفته شون عرفته دراسة راديولوجيكال أناتمي اللي هو التشريح مع الراديولوجي زي هاي اكس راي اشعع فهاي دراسة التراكيب التشريحية اس صوت اللي هو الموجات فوق الصوتية واضح النوع السابع شباب هو سيرجيكال أناتمي اللي هو التشريح اللي نشوفها بالعمليات الجراحية اللي أنا من أفتح الإنسان هو عايش سيرجيكال يعني هو عايش فتحته ده شوف شين التراكيب اللي موجودة جوه فهذا يدرس سيرجيكال أناتمي يدرس تراكيب التشريحية اللي هنا متعلقات بالسيرجيكال بروسيدرز يعني بالإجراءات الجراحية شينو أنا من أطب كن أعرف إنه هنان هاي كل الشي تفيدني يعني أنا من أطب هنان بهذا المكان بالنص بالعملية الجراحية كن أعرف إنه أنا من ده أقطع شينو ده أقطع شكو شكو جوه زيان حتى ما أضرب للشريان ما أضرب للوريد إلى آخر هنثمي يعني التشريح الجراحي التشريح الأخير المهم جدا هو التشريح السريري اللي هو قلنا من ألقى كلمة كلينيكال يعني سريري يعني العلاقة بالمريض بشكل مباشر اللي هو من يجيين المريض يقول لي دكتور عندي ألم هنانة كن أعرف آني هذا الألم هنانة من يجي شنو الأعضاء اللي موجودة بهذا المكان من يقول دكتور أدي ألم من هنا ويضرب على صفاحي كن أعرف هاي هنا نشكوا وليش دي ضرب على صفاحي هذا اسميه تشريح لعلاقة شون أستفاد من التشريح حتى أصل للتشخيص هذا شون أستفاد من التشريح حتى أصل للتشخيص فالكلينيكال أناتومي اس دي أبليكيشن تطبيق الأناتوميكال الأناتوميكال نارج المعلومات التشريحية على مود أوصل كلينيكال ستنج يعني بالظروف ستنج هنا ظروف بالظروف السريرية إنه أنا أطبق كل المعلومات اللي تعلمتها على المريض حتى أوصل للتشخيص هاي شباب هي الأنواع أو المستويات الثمانية والنظرات الثمانية للتشريح أنا من أقول مستويات التشريح يعني كل واحد من يدرس التشريح يدرسها سفاءته يعني الجراح من يدرس التشريح راح يدرس سيرجيكال والطبيب أبو الباطنية من يدرس التشريح راح يدرس كلينيكال لأن يعالج بالأدوية فسريري هذا طبيب سريري زي الطبيب اللي هو أبو الأشعة يدرس الراديولوجيكال أنااتومي زي وإحنا هاي كلها راح نأخذها طبعا كلها راح نأخذها أكو أنواع أخرى من التشريح تشريح نسميه Sport اللي هو بالرياضات تشريح نسميه Artistic اللي هو تشريح فني فن فن شون الفناني يرسمون و Sectional Sectional يعني أنا أقطع هاي الإيد Section من هاي الإيد قطعة من هاي الإيد وأدرسها هل نسميه Sectional يعني أدرس قطعة من هذا المكان Endoscopic Endo يعني داخلي Scope يعني منظار هو هذا الناظور الداخلي اللي يندقله بداخل الإنسان وندرس التشريح عن طريق الناظور خذ سميه Endoscopic Anatomy واضح شباب حسي خلي الراجع بس شوفوا هاي المراجع عش قد مهمة حسيت وصارت معلومات هواية صحيح أنا هم حسيت صار المعلومات هواية فشون ضبطها نرجع للملخص يابا شنو مستويات التشريح يقول مستويات التشريح كلها بنص سلايد شوفوا هاي القدود أول نستوي نسميه Gross كبير الثاني Microscopic صغير الكبير مرة أدرسه حسب الريجينز مرة أدرسه حسب السيستم الثاني Microscopic بالمجهر نستغير للتشبير Cytology Histology Organology تمام شباب تشوفوا حتى الضبط التشريح لازم عندك طريقة لحفظ أنت مو بس تفتهم لازم تحفظ أنا متأكد هسا كلكم فهمتو بس شنو بس مو كلكم حفظتو تعالوا نحفظ ما لكم علاقة ب هذا الموضوع تعالوا خلنحفظ شون نحفظ هذا الموضوع من يقولي العدة Levels of Anatomy مستويات التشريح راح أحفظ كل اثنين سوية وحدة ومعاكستها الأول Microscopic صغيرون الثاني Microscopic تشبير دول اثنين خلصت خلصت من عدهم هنا ثمانية دول اثنين خلصت من عدهم الثاني وراها واحد Developmental شون أطور واحد Comparative مقارنة ما بين دن اللي جاي يطورن واضح؟ ادن اول Microscopic Microscopic ننزل Developmental هو شنو وComparative مقارن خلصت من عدهم وراها Clinical Anatomy Surgical واحد طبي واحد جراحي تبا؟ خلصت من ذني أجل النوعين الأخيرات اللي هنه شنو اللي هنه واحد من عدهم Radiological واحد Surface واحد سطح واحد ما تحت السطح اللي هو الأشعة Radiological هسه عيدوهن ويايا شباب أول نوع Microscopic Microscopic خلصنا Developmental ما التطور هذا Comparative في قارن بين ذون الثنين اللي يطور همه خلصنا أجل النوع الجواهن Clinical Surgical طبي وجراحي جواهن Surface سطحي وراديولوجيكال بالأشعار